اشتركوا في القناة ليثلج به صدور أبناء هذا الشعب الذين يكنون كل الاحترام وكل الامتنان للسيد المستشار عدلي منصور قرار رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير لعام 2014 وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية قرر تمنح قلادة نيل للسيد المستشار الجليل عدلي محمود منصور تقديرا لدوره التاريخي في تحمل أعباء مسؤولية إدارة شؤون البلاد أثناء تولي سيادته رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة الثلاثين من يونيو لعام 2013 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر